اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معك حق استني هول لأشوف مرحبا يا أخ أهلي وسهلي الله يرضى عليك هالبنائي لأنه جمعية تابعة يا سيدي هاي تابعة لجمعية الفنون الشعبية طيب بناء جمعية التطوير السريع وين صار وين قالوا لها قالوا لي هون بالتوسع أنه توسع الأفقي ولا الشاقولي قالوا لي هون بالأفقي ها هذا التوسع الشاقولي شو الحكي بس دلونا له السيدي يلي دلوكم غلطاني يعني كيف بدنا نروح هلا بتلف من هون وبتمشي عشمل هيك لأول الضاحية وهنيك بتسأل يعطيك العافي فضل شرب شايد صحوا هنا جامل نعم هلا أنت متأكد أنه عطيتهم ليون وظبوط بالتفصيل الممل كليش تأخروا لعلّا بالله ما بعرف الغايب عزروا معهم قلّك بصراحة أنا حاسة من أول ما سكن هون كأني عايشة بصحرق ليش؟ شو ليش؟ لأنه ما في حدا فكر يجي لعنا إلا مات ميت موت لحتى يوصى هذا ظرف مؤقت يا دليلة لأن المنطقة لسات جديدة إنتي استني خمس سنين بس ليش بصبتك محروقة؟ استني وشوفي شلون هالمنطقة بده تنقلي بقلب بكرة بتشوفي الحدائق المناسقة والشوارع الانظيفة والساحات المنظمة وكله عليه لوحات مضيئة بأسماء الشوارع وإرقام البيوت والبنايات شو الحكي؟ طبعا مو هيك وعدونا لما سجلنا بالجمعية من خمسة عشر سنة؟ صحيح بس عيش يا قديش ليموت الحشيش عفوا ما فهمت بيت مين؟ بيت جابر مسعود وين قالوا لها؟ قالوا لي خامس بنائية بعد الحديقة ولحد هلأ ما كنت لاقي حديقة شلوم ما كنت تلاقي حديقة؟ ليك قدامك؟ هلأ هاي هي الحديقة؟ هاي تنازل بالمخطط معناته هديك البناية الخامسة تبع جمعية التطوير السريع تطوير سريع تطوير بطيء صدقني ما باعلي بإمكانك توصل له نيكو تسأل كتب خيرك يمكن وصول شفيتم استعجابة؟ أهلا بسهلا أهلي سلام أهلي يا عميك مرحبا أهلي مرحبا 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 صحيح صدروا إن شاء الله أعلم إن شاء الله آية الرزق والسرور تشكر يا سيدي بارك فيك يا رب بس تأخذك كثير يعني شغل بالنا عليكم الله وكيلة كسرنا ساعة عم نلف على عنوان البيت شوية تانية كنا رح نرجع لبيتنا شو هالحكي معقولة تعملوا إيه لك المعقولة تسكن بمنطقة مقطوعة أنت التاني؟ ليش فكرك رح تضل هيك؟ كل شي بأوله بيبقى فوضى بس بكرة المنطقة بتتحسن والجماعة عم يشتغلوا مو إنهم عم يشتغلوا آخ طيب من هول لا تتحسن المنطقة على القليلة يحطوا اسم شارع لحتى نعرف راسنا من رجلينا صحيح جابير ليش ما بتطالبوا بتسمية الشارع؟ لأ وخاصة إنه في خطة لتغيير اسماء كل الشوارع والحارات بالبلاد أنا هيك سمعت أنا معقولة تماما بكرة براجع المحافظة وبستفسر عنها الموضول شو يا جماعة راح نقضيها حكي؟ مو ع أساس عزمينا ع الغداء ولا رجعتوا بكلامك؟ لا شو رجعنا بكلامنا الغداء جاهز بس وينا كنتك تنسالي الرجيم اليوم ها؟ ولا يهمك أنا اليوم عام الاستثناء عن الرجيم الله يستور لا ليلي لحتى عوض الحريرات اللي فأتة وأنا عملف ودور على عنوان بيتها والله يبعد يلا يا جماعة تفضل 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 تفضلي تفضلي مدام نازية تفضل تفضل حليلي شو رتلي مشكلتك أستاذ؟ أستاذ أنا ساكن بضحية السكن الشعبي والمنطقة هنيك باعتبارها جديدة ما فيها اسماء للشوارع والساحات صحيح؟ همعك ولها سبق عم نعاني الأمرين من هالقصة يعني مثلا الأستاذ البريد ما عم يوصلوا في وقته والإشعارات الرسمية عم تتأخر علينا وأحيانا ما عم نتبلغ منه حتى زوارنا وضيوفنا نصهم عم يضيقوا عن البيت وما عم يعرفوا يوصلوا طيب وشو مطلوب بالضبط؟ يعني المطلوب علق ليلي تسمية الشارع اللي أنا ساكن فيه لحتى يصير إلي عنوان استند عليه لأنه شو قيمة البني آدم بل عنوان؟ يعني بصيري حس كأنه مكتوم أو مضيع هويته وبالمقابل استاذ كل رفقاتي وأصدقائي لما حدا بيسألهم وين ساكنين؟ بيقولوا ساكنين بشارع كذا أو بنحيل فلاني أو بنحارف فلانية إلا أنا استاذ أنا لحد هلأ ما بعرف شو اسم أو شو رح يكون اسم الشارع اللي أنا ساكن فيه والله معك ها مضبوط لذلك إذا تكرمته أرجو الإسراع أستاذ قدر الإمكان بتسمية الشارع ووضع شاخصة تشير لأسمه بأوله وبآخره ولا يمك أستاذ هي شغلة بسيطة ومن حسن حظك أن المحافظة شكلت مؤخراً لجنة على مستوى رفيع بتضم خبرات كبيرة بالتاريخ بالجغرافية بالميثالوجيا اسمها لجنة إطلاق التسميات وهاللجنة هاي رح تعيد النظر بتسمية كل الشوارع بالمدينة حتى شارعنا أستاذ؟ عما قل لك كل الشوارع مو بتشارعكم الشوارع والحارات والأزقة والزواريب والدخليج والسوك والخرابات والحدائق تمان كله رح يصير اسماء معكمدة بالسجلات الرسمية عظيم جداً حلو كتير حالحكي ولحتى تطمن أكتر بإمكانك تراجع رئيس إطلاق التسميات وتتذكروا بالشارع تبعكم وين بلاقي رئيس اللجنة؟ شفت الخرابة الشمالية اللي بآخر الخط في قدامها كازية مازوت الجيش على كتف الكازية من الناحية الإبلية بتلاقي أساطي المي سودة طخمة كتير ومصدية مكومة فوق بعض البعض أساطي المي؟ ايه؟ بعض وحدها؟ أصدر أكثر من ست سنين محمود أنيك المهم استمز جنب الأساطي العرصي في كلبة خشم كبيرة أبصر لأنه فرع تابعة فيها تختين وتلفزيون أسود وأبيض وطالع منها بوري صوبية ومعلق بالبوري سطل مشان ما يشر الصدي على الناس نعم على يمين الكلبة مباشرة في حاويل قمامة مكسورة ومرسوم عليها سهم الحاق السهم بتلاقي بورشة كومجي في جنبه عزب التمام باب حديد أصفر مخلوع يعني مكلوع هنيك بداوم رئيس اللجنة شكرا أستاذ شكرا عزبتك معي بس إلي رجاء صغير فطر يا ريت تعدي العنوان حتى اكتبه على يمين الكلبة مباشرة في حاوية قمامة مكسورة أخي لاحد يجادلني هيك بدهم هيك طلبهم بدهم أسامي تاريخية إلها معاني أشخاص إلى مواقب ماضينا البعيد أبو جنادة تفضل استراح بمحلة زي سمحت مثل ما بريدوا والحقيقة الحاموان يطلوا هيك طلبات لأنه التسميات خلصت سمينا شارع المحبة النهضة الورود الرياحين التضامن الأخوة بس نكتب إنه شوارعنا كتيرة وحاراتنا أكتر يعني الأسماء اللي عم نسميها فعنا نفزت بين ايدينا خلصت ولا بد من الاستعانة بالقواميس بسيطة أستاذ ليش موهوم طالما قواميسنا معنا ما في أسهل من الاختيار طبعا يا جماعة حاجتنا بقى أسماء مفرنجة شو شارع غاردر سيتي والشارع الكسليك والفردان وما بعرف شو يعني إلت أسماء عربية عنا؟ طيب والأسماء الأرامية شو منعمل فيها؟ إذا كانت الأسماء جميلة ما منغيرها ممكن نسبتها على أساس إنه الأرامية اخت اللغة العربية صحيح إن دسرت بس ماشي الحال طيب في أسماء لشوارع وأحياء مرتبطة بوجدان الناس يعني لو غيرنا هالاسم راح تضل الناس تستعمل اسم القديم متل ما صار معنا بضيعة الكركوبة؟ ليش شو صار بضيعة الكركوبة؟ أهالي ضيعة الكركوبة كانوا متدايقين كتير من اسم ضيعتهم فقدموا طلب للمحافظة لتغيير اسم الضيعة وبالفعل استجابت المحافظة وغيرت اسم الضيعة من ضيعة الكركوبة تضيعة الواحر بس لحد هلأ كل أهالي الضيعة يلي حواليها عم يتعاملوا معها بنفس الاسم الكركوبة ستي الناس معها ما عم تتعود بس الموضوع بده شوية وقت في شي ملاحظة استاذ غانم؟ معناته نحن لازم نستمر بإطلاق أسماء الأعلام والشخصيات التاريخية الهمة على الشوارع والحارات بالضبط، هذا يلازم نساوي عظيم كتير، أصبح خلونا نتابع على ما أذكر أنه وصلنا لحي تموز شو رأيكم، نتمم سبتين تموز ولا نغيره؟ أنا برأيي نخلي، لأنه اسم له دلالات ميثولوجية مهمة كتير حلو، أصبح سبتو عنكم يا شباب وهون في عنا الشارع اللي يبوصل بين شارع تأبط شراً وشارع صرع بعراً شو رأيكم؟ شو رأيكم يسميه؟ سيادة مستشار، تفضل، ممكن تفيدنا؟ أنا برأيي طالما الشارعين سميناهم بأسماء شعراء ليش؟ تأبط شراً وما صرع بعراً شو على؟ طبعاً طيب، شو كان اسم الشارع من أبيل؟ تأبط شراً كانوا يسمون الناس شارع حرمية النهار، أما صرع بعراً، فكانوا يسموه العوام باسم شارع التهريب لا، أسماء أنا أحلى، هلأ شو بنا نسميه؟ بدنا نرجع للقاموس، فضل شو رأيكم باسم المستجذر ابن سجنجل؟ حلو، هذا شو بيبي، يعني شو صفته؟ مكتوب بالقاموس، كاسر من كواسر العرب، نقف واحد بأصبعته على رقبته، طقل له ياها حلو، سبتوا الاسم عنكم، المستجذر ابن سجنجل شو رأيكم نسمي الشارع يلي بعده؟ الشارع عجيل بنته ييس، هذا شاعر مخضرة، بس ما زعصيته كتير، وحظه سيء إعلامياً شو عليه، لحنا منزيعه؟ المهم، في حد عنده اعتراض على عجيل بنته ييس حلو، سبتوا الاسم عنكم نرجع للخريطة، في عنا هون دخلة صغيرة، دخلوجة بين الزاروبيا اللي سميناها زمخشر بن القعقاع ودخلة المفنص الطبطباي، شو سميها برأيكم؟ عندي اسم حلو كتير، يا سيدي منسميها شناع الخرندعي عفوا، أنا ما مرع لي هيك اسم مكتوب هون، شناع الخرندعي كان يشتغل بالنقش والديهان وصق السيوف شغلته فنان يعني؟ نعم، فنان ما في عندي مانع، لازم يتكرم، لأنه الفنان لازم يتكرم ولو بعد ألف عام وهوني عنا ساحة كبيرة رئيسية، شو سميها برأيكم؟ لحظة شوي، خلونا نستأنس ونستنبت من القابوس يا سيدي أنا ساكن بضحية السكن الشعبي، التوسع الأفقي هو الحقيقة في عنا خطة لإطلاق التسميات على كل شوارع المدينة بما فيهم السكن الشعبي بس ياريت تمهلونا شوي لحتى نوصل عنكم وهلوقت طويل يا ترى؟ لا 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 لك، لون عشرين يوم بالكتير، بس بينو بينك اللجنة متحمسة كتير تجاوصي افقق ليل مع النهار لإصدق الإسماء والإعلام والشخصيات من المعاجم والمهاتة الكتب يعطيكم العافي، الحقيقة هيك الواحد تطمن لا تطمن استاذ جامر، وسنجده لك اسم مرتب للشارع تبعكم بارك الله فيكم يا سيدي شكرا للسلام الله معكم السلام شكرا أعفونا أستاذ يا تكيل عافية شكراً الله عافيك يا أهل وسهلة أهلين أهلين ما عرفتني ما؟ لا والله ما عرفتك سلام عليك ما عاليش مستعجب يعطيكو الحافية أستاذ أهلي الله عافيك أمور يبدو ما عرفتني ما؟ عدم نوها خزيلا والله ما عرفتك مين حضرتك؟ أنا الفنان حسني فخر الفن أهل وسهلات تفضل رتاح تفضل تفضل عفوا أنت فنان بشو؟ ولو أستاذ معقول معرفتني أنا اللي عدموني الأتراك بمسلسل اللهم عفوك وأنا اللي أتني المنجد بمسلسل القلاع وأنا اللي أكلت هيلطية بمرايا سابقة آسف كتير أستاذ حسني يعني ما بيعرفك بيشهلك بس الحقيقة أنا ما عندي اهتمامات كتير بالتلفزيون هاهاهاهاها، هدا من سوق حسنا طبعا طيب، وشو بقدير لاخدمك؟ أستاذ أنا ساكن بحية البستان وسمعت انه أنتو بتكون تضيروا أسماء الشوارع كلها كلام مظبوط ولحنا بصدد تسمية الحي بالذات عظيم كتير أستاذ معناتا أنا ما اجيت متأخير هلا الشارع الاول اللي هو عاليمين اللي اسمه الشب الظريف شو رح تسموه؟ على ما اذكر صار اسمه الشارع وهو الدمشق طيب الشارع الفرعي اول الشارع اللي عاليمين شو كمان رح تسموه؟ هاي لسه مقررنا بس اذا عندك اي اقتراح تفضل طبعا اكيد تفضل تفضل ليش ما بتسموه اسماء الشوارع الفرعية باسماء الفنانين والمثقفين استاذ؟ اي ليش لا اقتراح وجيه بس المشكلة انه كتب التراث كانت بخيلة علينا باسماء الفنانين في واحد بالعصر عباسي كان يدق على الطبل وينفخ بالقرن كان اسمه جعجاعي يشكري بس خايفين يكون لا 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 انا بقصد فنانين معاصرين متل مين يعني؟ عدم المؤاخذة يعني مثلي انا انا مثلا يعني الشارع اللي انا ساكن فيه اسمه شارع الشوكة بس الناس ما بتقول وين شارع الشوكة بتقول وين شارع الفنان حسني فخر الفن يعني اللي انا ساكن فيه عدم المؤاخذة استاذ احنا ما جرت العادي عنا اطلاق اسماء ودباو الفنانين الا بعد ما يموتوا الله يعطيك طولة العمر بس هذا الاجراء بجوز يكون فالسيء عليك يعني الفنان عنا بالبلد ما بتكرم الا بعد ما يموت على كل حال هذا الموضوع مو بيدي اذا مصر على هذا الاختراح بامكانك يجيب لي موافقة خاصة هلا انا فاضي اركض ورا الموافقات يا استاذ طيب بلا ما يكون اسم الحارة باسمنا يعني سموا شي اسم موقف باص يعني بدلا ما يكون موقف باص الشوكة خليكون اسم الموقف فخر الفن باسمي يعني صعبة؟ الحياة استاذ حسني انا محرج منك كتير كمان ما بيطلع بيدي واللجنة مراح توفي اوكي شكرا كتير حضر فايز اللجنة اهلين ايول تراي اكيين نعم شكرا انا شوف المسؤولين انا بشوفهم ما عشنا وشوفنا مو بيان اللي نسمي الشوارع بس ما كون برس شي وصلي عادة مرحبا اهلا ومسهد هون بيت جعبا مسعود اين عم هذا هو حضرته وقانا الاستلام البخير اذا سمحت ايه عرعيني اتفضل الله وكيلك دخنا اللي انا عنوان البيت يعطيك العافية اهلا ويسا اتفضل اسلم ايديك بس هالبرقية تاريخها مش شهر ايه موزن من الاستاذ الله وكيلك دخنا اللي انا عرفنا عنوان البيت ماشي الحال يعطيك العافية اللي اعطيك يا قليم سهدين فتاك سلوه الله سلما جابي من اين البرقية؟ من اخي من كندا طالب شوية وراء مهمة بس يمكن ما عاد الحق ابعطه ياهون ليش بقى؟ البرقية متاخرة شهر قال ساعي البريد ما كان يستدل عن علماننا حتى ساعي البريد ما يلاقي عنواننا ماخرت هالحالة بقى لأمتى هيك بدنا نضل مثل المقطوعين بالصحراء؟ فعلا يا دليلة هالشغلة ما عاد ينسكت عنها ابدا طيب نزيل بكرة عالمحافظة وراجع اللجنة وشوف شو صار معهم صرت مراجع اللجنة اربع مرات وكل مرة بيقلولي اليوم وبكرة وبعد بكرة وما بين حدا منهم لحد هلا جابير بعدين بهالحالة بقى؟ ولا يهمك انا رح اتصرف على طريقتي شو رح تعمل يعني؟ الله يرضى عليك عسقيفة فيه على بدهان وبخاخ سبري ناوليني يهون لهم سمحتي شو بدك فيه؟ هلا ناوليني يهون انتي وبعدين بتعرفي موسيقى 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 طيب بركي حدا من الجيران اشتكى عليك للمحافظة؟ ما يضرر الحكومة ولا كتبت عبارات موسيقى للاخلاق وبعدين قلت طائرة هذهية موسيقى ما هي يعني خرا Мне هذا hosts كل من يقول هنا كذا都是 وكذا هذا يجب ممنوع إلقاء القمامة وتطور بعض العبارة مباشرة، وشي بيكتب لك وحشتوني، الحب كله، اذكريني دائما، بقى سعري بسعر كل هالناس بس بتعرف يا جابر ان فكرة ممتازة انك سميت الشارع باسمك، وكرا بتصير اكتر واحد مشهور بالضاحية انا عمدور على الشارع، انا عمدور على عنوان، على عنوان بس طالما هيك، ليش ما حطيت اسمي على الشارع انا كمان اه، اه، ما بحرف، ولا ما خطرت لي الفكرة، ليش بالعادة بسموا الشوارع باسماء نسوان؟ اي ليش لا، دليلة، سعري بسعر خولة بنت الازوار، وشجرة الدر، والست ام كلسوم، قليلة شو تسمت شوارع باسماء؟ ام كلسوم لحالة، سموا ضياطة وميز زهايرة باسمها، بقى انت مستكتر علي شقفة حارة؟ خلاص يا ستي لا تزعلي، بكرة بسمي ساحة باسمك، شو خسران يعني؟ ها، ولا شيء هيك ها، بيضة من الأول اخي العنوان ما بيضيع حدا، سهل كتير، اول ما بتفوت ع التوسع الأفقي، ايه، 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 ا قدامك ساحة دليلة على يمين ساحة شارع جابر مسعود نحن خامس بناية على اليمين قولك لا لا هنيك مما سألت على شارع جابر مسعود بدلو بتغري هالشارع معروف كتير وهو كذلك انا بنتي زارة الله معك شارع جابر مسعود يا شباب ساحة دليلة شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب قرب لعندي لهون شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب قرب لعندي لهون وشو قررت بخصوص هذا الشارع انا بقترح نسميه شرح بيل ابن جهم الخنفوسائي ومين هو هالبن الزهرة هذا كان نخاز جواري بس الله تاب عليه وانخرط بحملة فتح سمار قلد هو مظبوط شرح بيل ابن جهم الخنفوسائي انخرط بحملة بس مو حملت سمار قلد بس انا هاي المعلومة جايبة من تاريخ الامعاري وانا معلوماتي جايبتها من تاريخ امن خان كان بالعلامة واقع بالاسر مو مشكلة يا جماعة سواء كان يفتح سمار قلد او ما كان المهم انه قائد حربي صح هادا لي بهمنا من امره ميني موافع الاسم؟ عظيم اصبح سبت والاسم عنكم خلونا ننتقل على الساحة اللي بعد الشارع في عنهم بمنطقة التوسع شارع وساحة ويبدو له الاسماء التاريخية عريقة شورا يكون حافظ عليها؟ ليش شون سميين؟ ساحة دليلة وشارع جابر مسعود بس يا ترى انه دليلة منهم دليلة المحتالة اللي عاشت بالعصر الفاطمي ولا دليلة الشاعرة الاندلسية اللي كانت خليلة الشاعر ابن مأمون بتصور انه دليلة الشاعرة الاندلسية لانه مو معقول يسموا الساحة باسم دليلة المحتالة انا مأيد هرري اوكي معناها رح نخلي الساحة باسم ساحة دليلة شورا يكون؟ اسم كتير حلو ومهم بنفس الوقت عظيمة اصبح سبتونا الاسم عنكم وهلأ مننتقل لشارع جابر مسعود حدا بيعرف معنومات عن هالاسم؟ طبعا جابر مسعود واحد من الشعراء الصعالي اللي عاشوا بالجاهلية قبل ظهور الاسلام بالضبط وكان ايده اليمين لعروة ابن الورد بس في مؤرخين بيقولوا انه كاني غار كتير منه العروة لانه عروة كان اشعر منه بس كمان جابر مسعود من الشعراء الصعاليك المهمين وانا برأي انه شعره لا يقل اهميه عن شعر عروة في بعض المؤرخين بيقول انه قصيدة عروة كليني اللي همن يا اميمة تناصبي اللي شهرته لا تشهر من جابر مسعود بس هي المقولة مثبتة تاريخيا المهم هلا خلوا اسم الشارع على اسم الشعر جابر مسعود لانه بيستاهل يتسمى شارع باسمه اوكي سبتوا الاسم عنكم صحيح انحلت الازمة بس تاريني طلعت من شعراء الصعاليك ومالي دريان باعد انتويا ولك باعد انتويا شفتك شفتك شبتك لطرطايرتي يخرب بايتون شو قني للذوق العمى بيمدوا ايدون ع الرزق كمانا شفتك شفتك ولك شفتك انت ابن انت ابن ابو شاب عرف سكولك انا بفرشيك يا عمانطشي يخرب بيتك الله يعينك تقرب مرة ثانية على طرطايرتي العمى بقالبك ان العمى مثل العفريت شاقين العرض وطالعين العمى يخرب بيتين العمى يخرب بيتو بيت بيتو العمى تقولي عفريتو شاقق العرض وطالعين شفتو شفتو هلق بروح لعدم شاب وبحكي معها عم قل كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايرا وينهب الرزق بعيد ولا همك تقبرني قل لي وين مشوارك اليوم وين بدي روح يعني مثل العادي عدير العصفير بدي حمل كم كيس سماد من هناك وبدي ااخذ الفجلات والبصلات وسوقها نبسوق الهول يعني بدك تتأخر؟ لا بديش اتأخر يعني حسب التسهيل يلا بديك شي؟ لا ما بديش شي سلامتك مهوني بس امشي على مهلك لنسوقتك على قدها وشفاتك نص ونص هه نص ونص يعني انت يلي شفاتك ملاح نص ونص ايه الله يرضى عليك جهزولي عدة صيد كلياتها ايه وامسحولي شفوتة منيح ايه مشام جبرة ماشي ولا يهمك الله معك رح اتطول بالمزرعة؟ شغلت يومين ثلاثة مو اكتر ليش كل الال؟ يا صالحة هذا موسم صيد الحباري وبيجوزن عسكر يومين ثلاثة بالجرد العالي اي سيارة رح تاخد معك؟ رح اطلع بالمومة والشباب رح يطلعوا وراي بالخمسمية وخمسة يعني الشبح رح تضلهم؟ ايه نعم رح اتركلك اياها واذا شي حد اتصل فيني من التجار عطيهم رقم المزرعة هلا لو قعدت هون قدرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من اطلعها؟ لا مو احسن موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى بس الحباري والترغل ما بيستنوا رستنبيد 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 كل شي جاهز رستنبيد والشباب وين هون؟ منتظرين تحت اصبحت زين حمي السيارات على بينما ايجي حاضر رستنبيد يلا تريدي شي قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مولة وينك رستن؟ نبه على راتب يسوق على مهلوه حاكم انا ما بتعجبني سوقت وبنوه تأمري امر صالح خانو الله معك الله يسهم هيا لايد لنها اه، برا اذا كانة كتابة لير الدول جوابة انا pirerie انا اللعرب اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 يلي شو لتلهق , أدي أمك لرتلهق ходacher وهي سيارة رسطنبيك وریستنبيك ما تعلّم بي حياته يرجع إلتة хар لم يرجعowych طوول عمرو يبحثو لأمك صبرون جميل ولليه المستعان بس عني أفهم مين وكّلك إنت تحكي culinary من شأن هابتك يا بيك بلا هيبه يولي للك يترك يعني ان ضروري روح قتله مين بشأن هاب Åال فشرف ويا بيك بينان الشخص بالançاء والا Rigel لك حاجة ولا؟ حاجة حاجة علاكم صدي بكرة عند القنى بالقنى أول ناس بتهرب هو أنتو شو ما حلي عرفكم يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفقة الله يسابحك يا بيك أنت بتمون على رأسي بس ياريت يجربوا أهل ضيعة عش الظلائط يهجموا علينا بس لفرجيك شو بدي أعملك في يوم؟ الله لا يقدر شو يهجموا؟ كش برا وبعيد؟ قال يهجموا قال حرك حرك هلا خلصني يا عواد يا عواد يا عواد خير يا يا ويلي يا ويلي ولي علقابتي عليك يا بو عواد مين عمل فيك هايك؟ يا الله يرضى عليك يا عواد عطيني كيلة ماي على عيني يا بعد عيني يا ويلي يا ويلي انتوا رستنبايك؟ وش هو السبب؟ هايك حيواني لوحني تايسني مني أما شو أكرتلي قتلي يا أم عواد حشكوا لبك شي على كيفك تمام ما بتشتهيها العدوي والله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يكسر دياتهم ويفكر قيبهم إلهي لا تدعي هيك يا أم عواد مشان الله لا تدعي هيك ما بننا الله يكسر يديهن ولا يفكر قابهن بننا سلتنا بلا عناب ادعي لربك يكس بلاهون عنا ونحنا بألف خير من الله ما فهمت عليك يا بو عواد كيل خوفي ما يشتفي قلبهن مني بها القتل يلي يسلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا علي فعل الله هو لفالك وليش حتى يلحقوك مثل ما عم قل لك لإني هددتين بعد ما أكلت القتلي انت هددتون ايه هددتين قل لي هذا البغل الكبير يلي كان معين قل لي هاي القتلي لحتى تعرف منه هذا رستم بي وسلخني كفاين بعدها مثل الفراق الوالدين وانت شو جوابتين قلتلو وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا أبو عواد خيال المهرة أنا بفرجيكي لا 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 الله يصلحك ويهديك يا أبو عواد يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تفاصح يعني وتقلل أنا بورجيكو شو بيعرفني يا أم عواد هذا يلي يطلع معي من حلوة الراوح بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهم بس ما قلتلي يا أبو عواد يعني ليش هني قتلوك أطلعت اللي نبنص الطريق وما رفيت إرجع الحق معي يا أم عواد الحق معي الطريق اللي هي ولك أنت من طول عمرك بتمشي لحيط الحي وبتقول يا ربي السترة شو صار لك على غفلي على كلين ولا يهمك تقبرني حطلك تاكل ما بديش ما بديش إنت زهرى مشي مسدودي نفسي ويا ترى هذا أبو عواد إله أخوات وأرايبين أهل ضيع العش في الصلاة سيدي كلهم أرايبين يا حبيبي على العلاء هذا اللي كاننا أصلا شو قولك بيجمو علينا الليلة المعلمك سيدي شو بيعرف ليه قديش اليوم بالشهر 27 العنين معناها ما في ضوء أمار ليش شو دخل ضوء الأمر سيدي ولك خايف يتهللوا بيها العتمة ويفوتوا لهون فم تبقى بيش عم فكير ولا يهمك يا بيك أنا وزعت للك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارق دير بالك ها دير بالك يا راتب لا تمرد قلبك اعمال دورية كل ساعة الله يرضى عليك عمرك يا بيك ولكلاب شنو وزعتوها الأسود جعاري عند الباب الوراني والشيان له على الباب الرئيسي والدوبرمن على الباب الشمالي ما بيكفوا يا راتب ما بيكفوا روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة ثانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدو يا راتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة لأنه هلأ وقت عاستو هلأ يا راتب بالفعل يا بيك هداك كان قد عشت لها صحيح نسيت أسألك يا راتب في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزلائط لا بس في واحد عنا مصاهرون يعني آخذ من نوم احلق له فوراً وعن ناعم كمان روح الله يرضى عليك شلحوا البارودة واصرفوا على قهوان سبب بس يا بيك هدا أكتر واحد ثقة عنا لا لا يا راتب أنا ما عندي حدا ما وصوقه من نوم عمينا متما عمل لك الله يرضى عليك عبرك يا بي أوام كالبنا قطاش مش عام ينبح اليوم شو قصته جوزي كون نايم يا بو عوات نايم هلق وقت الناوم قومي فيقي قومي فيقي قوام شو بدك فيه شلو شو بدي فيه ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلي ينبحلوا شوي إذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى نأخذ احتياطاتنا تكرم طيل عشقة علي شو طعمتي اليوم عندي شوية برغل خيمين وطيل عريحتهن تحت يعني الحشت اللو يهن الله يصلحك ويهديك يا ام عواد يعني ما لقيتيلو أحسن من هالأكلة وشو بدي طعمي لوزو سكر يعني كنتي طعمي لحم يعني المفروض فيكي بهايك حيلة تتبحي له اديك اديك الأحمر يعني الكل بيأكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل هذا اللي كان ناقص معليش يا ام عواد معليش ياللي بدو يشعر بالأمن بدو يضحي لأنه هذا الكلب إذا ما طعميناه وحشيناه ودللناه ما بيعود دير بيلو علينا وبيصير يطنش بيقضيها نوم الله يمضي على الليل على خير أمين يا ربي أمين أمين يا رحم الرحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم أحلين صالحة احن احن لا انا ناوي أرجعبورة وازلت ee اص finds اقتربان دورا بلا الأننى لكن لا يوجد موسيم المسيذة مثل الش Hero ما حرفت لسه اليوم وصلت هيك قالولي رستون لا ترد على حدا اطلع على عش الزلائط وجرب حزكة هنيك بعش الزلائط لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة ايه مثل ما بدك امتى قلتلي رح ترجع بكرة صبح يعني ماشي من جه جهة الضو اوف ليش نبكر كل الان مشان اقصب نهاري من اوله لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون شو قلت قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهل علك الفاضي ايوه انزل دير بارك على موسم الزيتون احسن لك مو انا اللي قلتلك هيك معك حق والله معك حق يا صالحة ياريتني سمعت كلامك من الاول بس شو عادي في دي الندم هلأ خير رستون في شي لا لا شو بدى يكون فيه يعني طيب شو عم تساوي هلأ عم الإلاعبورة انا وشباب الله وكيلك حاطتهم حولين هالمزرعة حوليه يعني ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب ايه الله يبستك يا رب اما شو مبسوط بسوط بسوط يوفق الوسف اللي كان أهلي صالحة تصبح على خير عندك وقف عندك عندك يا أخي لا حول ولا قوة تقلب الله شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص اتنح نح يا أخي سعول خلصت الدورية ايه معلم خلصت كيف الوضع على الأسوار الأمامية كله تمام معلم ماشي حال روح يتيسر لشغلك انتوا مجد وقت لا حول ولا قوة إلا الاله الله يمضي هذه الليلة على خير لك أخ أخ من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة منين هبطت عليها الشجاعة فجأة ما بعرف يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتني مرقوب ضروري لوحد يكبر رأسه على الفاضي بالفعل مش حلوة تناحة لأو كل يلي معي شقف الطرطايرة بتلاث دوليب وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطايرة تبعي ابزتيه الميت قتلي على هالشغلي وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي بالفعل طلعو هالجمعاء كابر ومتمدوش مع كثير بس يخوف يكونوا مبيتين لييها الله يستور يا رب الله يستور يا بيك يا بيك شو؟ هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك بس طلعو تضو انت نايف هون يبدو اني نسيت حالي وستيت وانا قاعد قل لي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بشنينين؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا خليوني جهزولي عروسة لبنة وخيارتين وجهزلي حالك انت ويا هون مشان نرجع حاضر يا بيك بسرعو الله يرضى عليك بقوة يا بو عوة يا بو عوة جلطة شو صار هجموا؟ ما حدش هجم شو صار لك هل قد برعوب ما بدك تفطر؟ لا بديش تفطر دفيلي عروسة لبني بيمشي الحول يعني ما بدك تروح عالشغل؟ والله ما بعريب احترت والله حيارني شو قاولتك روح ولا ما روح؟ خلص يا بو عوات روح وتوكل على الله يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل؟ معك حق معك حق اصبح لقوم جهز الترطيرة وشق على ميت البطارية وزيت الفرام روح يا بعد عيني روح الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي أنا ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله يسطن بيك لم تأكل و Elizabeth لم نحن رجع لك حواليك هذا وهيك 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 richness للبيعادي رستم بيك نحن رجالك حواليك هيكو 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 هيك للبيعادي رستم بيك موسيقى جو موسيقى 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 موسيقى